إذن حديث القاهرة انتظر العالم كله اللقاح فجاء اللقاح فكن حزرا فيما تتمناه فقد تحصل عليه لقاح كورونا لقاحات كورونا تمر بمشكلة مثلثة بينما انتظر العالم كله بطبيعة الحال أن يعني يمنحه العلم حلا وإنقاذا من ما فيه من وباء وجاء العلم وأنصف وكان يعني عند حسن الظن وأحسن وكان عند قوة العقل وأقدر وأقدر لكن فوجئنا أنه ما بعد باء العلماء طلع فيه مشكلة أكبر كتير قوي وهي أنه احنا عندنا مشكلة مثلثة زي ما أقولك ضعف الانتاج رغم الامكانيات الهائلة المادية والمالية اللي كانت موجودة أو اللذالت موجودة بعض الدول كانت حجزة فدفع فلوس مقدما للشركات التي تقوم على اختراع واكتشاف اللقاح فكان عندها ميزانية هائلة لإجراء تجارب سريرية لإجراء كذا يعني أبحاث كثيرة طويلة استخدام كل العلماء الممكنين والمتاحين ونجح بالفعل العلم في إنتاج اللقاح اكتشاف اللقاح لكن يبدو أن إنتاج اللقاح غير اكتشافه لأن الإنتاج محتاج كمية وغفرة محتاجين نغطي ثلثي العالم تقريبا سبعين في المئة من البشرية فالتمانية مليار دولار محتاجين شوفها دي إيه بقى فالإنتاج حتى أن الشركات وعدت الدول الأوروبية اللي تعقدت معاها على كميات لم تستطع أن تفي بالكميات دي حتى الآن المشكلة التانية غياب العدالة في التوزيع أنه بقى فيه لقاح وفيه كميات للقاح لكن فيه غياب يكاد يكون يعني عنيف للعدالة في توزيع اللقاح ثم فيه مشكلة تالتة وهي التشكيك في اللقاح بعد التشكيك في خطر المرض نفسه لو إيه كورونا دا وده وهم وده مؤامرة وده مش عارف إيه وده إيه جاءت المرحلة التانية بقى اللي هو دا اللقاح إيه دا ما دا احنا حق لتجارب دا احنا فاحنا عندنا مثلث من المشكلة ما بعد اللقاح بالنسبة لمصر لغاية دلوقتي احنا عندنا لقاح لكن يبدو أنه مش بالكميات الواجبة اللازمة التي تستطيع أن تغطي هذه الأعداد المنتظرة ومن سما هي قاصرة حتى الآن على الأطقم الطبية ولأنه دا جزء من مشكلة العالم كله كمان عشان لا كي لا نحمل يعني الدولة المصرية لا هي أصرت في الفلوس ولا هي أصرت في الانتاج القصة كلها احنا ما بنتكشي فالقصة كلها محتاجة نظرة أشمل من إلقاء تهم أو استياض عجز ما هنا أو هناك ليه بقى؟ تعالى نكلمك عن ضعف الانتاج اللي احنا بنكلم على شركات محدودة في العالم لغاية دلوقتي عددها هي اللي أنتجت وقدرتها على الانتاج محدودة إلى حد أنه لازم احنا كدول عالم نامي بقى ندرك أهمية العلم البحث العلمي التكنولوجيا والانتاج العلمي لأن انت ممكن جداً اكتشاف للقاح ده لو بلد زي مصر مجهزة في البحث العلمي ومستنفرة للبحث العلمي ومستخدمة كل علمائها وأبنائها وهم يعني ملء السمع والبصر من الجدارة والشطارة استقدر تحطهم وسط في منظومة حقيقية تحترم العلم والبحث العلمي ماذا لمهم مشتتين في بروقراطية مصرية جامحة جانحة أو موزعين في العالم كله تبقى بقى طبقاً كل واحد لقدراته أو لحظه فموزعين على مراكز أبحاث الدنيا كان ممكن مصر وبالمناسبة الهندي كده بقى الهندي هي النقيد المصري كان ممكن مصر تعمل هي لقاحها وتكتشف لقاحها فتكسب باكتشاف اللقاح ده مصر قد حجم انتاج مصر الكل يعني خمس عشر سنين جايين بعالم بمجموعة علماء ببحث علمي الثروة مش بس مصانع طبنة أو مباني أو أراضي الثروة ممكن تبقى على موبايل شاب بيخترعه لك جوه بلدك نميته احتفيت به دخلته جوه منظومة احترام للعلم وللبحث العلمي عموما عشرة في المئة من العالم حصل على خمسة وسبعين في المئة من الجرعات المتاحة حتى الآن من اللقاح شايف النسبة عشرة في المئة من العالم خد خمسة وسبعين في المئة من جرعات اللقاح ده احنا عندنا ستاشر في المئة من سكان العالم حاجزين كمان ستين في المئة من انتاج اللقاح فده مش عالم ده عالم تغيب عنه العدالة تماما يبدو في المجتمعات الفقيرة او النامية او مجتمعات الجنوب وكأنها خارج حسابات العلم والحضارة وخارج حسابات العدالة الانسانية الامة المتحدة بتتدخل كل يومين تقول وتعمل وعمل برنامج ومنظمة الصحة العالمية وعمل برنامج عشان تدي للدول الناشئة وكل حاجة بس الكميات ما جاتش ولا توفرت فوي الحاجز الكميات الدول الاوروبية الاغنى فانتهى الامر علينا انت مش لاقي حتى الخص اللي هتاخده من منظمة الصحة العالمية لما يقولك انه استراليا وكندا واليابان مثلا اللي فيها واحد في المية من اجمال حالات الكورونا في العالم مستحوزة على الجرعات على كمية من الجرعات تساوي احتياجات سبعتاشر في المية من العالم فده يعني هما واحد في المية واختياجات سبعتاشر في المية غياب للعدالة اه رئيس فرنسي عمل اجتماعه حتى حضره رئيس المصري وتكلموا على الحكاية دي بقوة ايه حلها ده سؤال مهم تعالى لما شوف على الكمية بمناسبة بقى احنا عندنا تلات حاجات اوه في مسلس كورونا الان والان نتحدث عن اللقاح في الوقت على فكرة اللي العالم كله بيشهد نزول وانخفاض لحالات كورونا 16% العالم كله و10% وفيات اقل فاحنا في درجة من درجات النزول الموجة وانكسار الموجة ده مش معناه انها مش موجودة او انه كورونا اختفى او انه مش خطر كل ده قائم ويعني ولا يوجد حد فينا الا وعنده قريب او جار الان عنده كورونا فلازم ننتبه للحكاية دي جدا لكن بنتكلم على المشكلتين دلوقتي الكميات وعدالة التوزيع بعد شونا كلمك على التشكيك